اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة من جديد ها نحن نعود اليك يا وينزر وينزر هذه المدينة التاريخية التي تقع جنوب شرق لندن واستقت اسمها من قلعتها الشهيرة التي بناها ويليام الفاتح قبل أكثر من سبعمائة عام لتكون مقرا للتاج الملكي ها هي تتحول في مثل هذا الوقت من كل عام إلى عاصمة رياضات الفروسية في العالم من خلال استضافتها لمهرجان وينزر الملكي للفروسية الذي يقام تحت رعاية وحضور الملكة إليزابيث الثانية منذ أربعينيات القرن الماضي ما يهمنا في هذا الكرنفال الملكي الذي يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة جدا هو سباق الخيول للقدرة والتحمل والذي نجحت مملكة البحرين الشقيقة في إقناع المسؤولين عن المهرجان بإقامته ضمن فعاليات وتحت رعاية وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية ليكون هو باكورة سباقات القدرة في أوروبا وضربة البداية التي يدخل بعدها فرسان الإمارات والبحرين في معمعة سباقات الموسم الأوروبي الخميس التاسعي من مايو الجاري كان الموعد مع الفحص الفني للمشاركين في السباق وبطبع تكون فيه الفرصة سانحة للالتقاء بالمدربين والفرسان والخبراء ومعرفة الملامح التنافسية للسباق الذي سيقام في اليوم التالي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في هذه النسخة سيكون من 12 فارسا يمثلون الاستبلات الرئيسية والكبرى والتي خابت للتو موسما محليا صعبا وشاقا كان نجمه الأبرز والأول استبلات اف ثري بعد أن أعاد الفارس فزاع بطل العالم للقدرة ترتيب أوراقها وغير من استراتيجيتها باتر نشارك باربعة صح؟ إن شاء الله شيء من المعروف؟ خليفة ولا عيدات؟ في خيل معروفة نعم شو؟ راسة معروفة وحصان أول تجربة للضغط باتره؟ شو توقعتك؟ السباق مفتوح؟ نعم إن شاء الله تفوز الإمارات باتر يعني لو أمر هذا مسموشي خامد دراشي مسموشي خامد الخامد إن شاء الله منتخب بيباراتي بيباراتي شو وضع في فري باتر؟ إن شاء الله جازي ما أعرف شو الخطة بعدها بس إن شاء الله جازي يعني فقدمت موسم ولا أروع في البلاد؟ نعم متواصلون ولا لا أهلين الناس ترية باتر؟ لا إن شاء الله جازين والله سباق بيكون خطير باتر سباق قوي لأن أخيو المشاركة أكثر أخيوه طال حتى شفت الحصانة اللي عنده فتري معرف بيشار بيش اللي راكب من الشيح حمدان في فاس العالم إن شاء الله بكرة راكب في زين موجود وباكي نسيب إن شاء الله إمارات بستري خوف شوي لا ماشي خوف والله والله ماشي خوف خوف الحمد لله من زمان ما في شيء خلاص ما في حفوز يعني باتر إن شاء الله بيخوز الفريق الملكي البحريني بقيادة الفارس والرجل الحديدي شيخ ناصر بن حمد جاء إلى وينزر أيضا بأفضل ما لديه من خيول وفرسان أصحاب خبرة فهذا المهرجان الذي ترعاه مملكة البحرين يحرص ملكها على حضوره سنويا هم من يحملون لقب نسخته الماضية ويعرفون أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها السباح وينزر لا طبيعة خاصة ولا تكتيك خاصة مو دائما من السهولة أنك تكرر فوزك في هذه العام الماضي كان نسموه شيخ ناصر حمل لغب والسنة هذه موجود حاضر التحدي أصعب التحدي أصعب وأعتقد إياك أنكي طبعا مفتوح السباق السباق مفتوح مم محكم أعتدنا على أنه منزر أنه هناك فيكون فيه منافسه وهو السباق الأول لما بعد السباقات الموسم الخليجية فبالتالي الظهور الأول الظهور أول سباق ملكي أو سباق عادي ممتأهيلي هذا فهذا الظهور الملكي دائما أنه يحرصون المدربين على أنه يبرزون كل غدراته والخيل الجاهزة يا يام الموسم اشتغلت فيه بما فيه الكفاية فبالتالي الخيل الجاهزة تؤدي بأداء مميز في هذه السباق السباق مفتوحة مم سهلت باتر أقرب سطاب الباتر حق السباق فنيا منه يا فتري بنحافظ على اللغب صعبة بعد شر أولا نتمنى التوفيق للجميع ثاني شيء إن شاء الله بنحافظ على اللغب ما بيكون الرئيس سهل بكرة مجموعة من الخيول يعني من الجفن الأسماء يعني بيكون صعب الرئيس على الجميع يعني أتمنى يعني بيكون طبعا الضغط علينا أكثر رح نحوم لنا اللغب لكن إن شاء الله نتمنى يعني التوفيق للجميع الشيخ ناصر بيشارك بكر بكر الشيخ ناصر إن شاء الله بيشارك والشيخ خالد نفس الشيء بيشارك بعد هذه سباق ثاني مم سفن هذا الاسم العملاق الذي يقف وراءه ويدعمه فارس العرب والأب الروحي للقدرة في العالم سيكون هو الآخر رقما صعبا في سباق بما لديه من خيول قوية وفرسان يعرفون جيدا مسارة وأرضية غابات وينزر كاس وينزر وايد من أهم السباقات في أوروبا وهو بالذات في بداية مهرجانات يعني أول مثل ما تقول أول رمز رمز وينزر صح فكل الكلطة معانا فيه خيول الإمارات جاهزة وبنحاول مشانك كلمني عن M7 اليوم M7 الناس تنتظروا في ظهور الأول شو مجاهزين في M7 محمد كم راس مشارك الخيول معروفة ولا أسماء يديدة لا شوف نحن السنة شوي أغيرنا النظامنا في أوروبا بوامر سيدي صاحب اسمه شيخ محمد ناخذ الكم البسيط من الخيل نحولها على أوروبا ونركز على السباقات الكبيرة أما السباقات الثانية ما نسوي لها أي اهتمام فالكم خف علينا لكن اللي وينزر مجاهزين قيول جيدة نوعية نوعيات جيدة حلو للسباقات الكبيرة لكن النوعية هذه مش معروفة يمكن الحصان الوحد المعروف اللي بيركبه الشيخ راخي دلمج حصان ماخذ كاس الملك في بحرية في فئة الجونيور وليوم بيكون أول ظهور الأوروب والله الحصان هذا اللي مسجل عليه هنا حصان زين بس يوم تدخل على تاريخها حصان ترى صغير في السم وما عنده وايد مشاركات لكن كل المشاركات اللي مشارك إنها بالبحرين كانت مشاركتها نعم مشارك في البحرين وسابك في البحرين ومثل ما قلت لك يعني ركوردة مو مثل الخيل الثاني اللي موجودة هنا لكن ركوردة ليلة الحين يعني ما شاء الله مشرف وزين وإن شاء الله أن حصان باتر إن شاء الله أني بيدي هذا طيب شو توقع هذا باتر السباق؟ بيكون مفتوح باتر الشيء؟ نعم توقع أن هذا الضوء نحن كل ما نحضر هني سباقات وينزر يعني المنافسة تكون فيها قوية وتعرف أنت من أولى السباقات اللي نحن نبدأ نبلش فيها في أوروبا صح فمعظم الأصطابلات حاولنا تبدأ صح عشان تكمل الموسم هذا لكن إن شاء الله أنه بيكون سباق ممتع إن شاء الله موسيقى الضلع الرابع في المنافسة الإماراتية البحرينية التي تعود الجميع عليها في النسخ الست الماضية وشعار MRM فرغم ابتعاده عن منصات التتويج كصاحب المركز الأول منذ فترة إلا أنه لم يغني عن الصعود إليها كصاحبي المركزين الثاني أو الثالث وهو أيضا مرشح بقوة المنافسة على اللقب في السباق الملكي موسيقى الله طول بعمر الشيخ محمد موسيقى وإن شاء الله يظل رات بكرة أمارهم عندهم أربعة ونفس ما عندهم أمسدن وفتري كل واحد على أربعة أربعة خيول وتوافق إن شاء الله أنا واحد منهم ينسبق أعتبر أقوله نامس أخيولك يديدة باتر فيه من شيء يديد وشيء من جديد شيء معروف عندك باتر بتشوفها باتر إن شاء الله خبرني بيهم تراحين بالعرب أسمعي سباق مفتوح تكتيك المدربين والريداري أنا باتر بيكون مطر يقولون ولازم يحاسبون أنا أقول باتر بيكون في سرعة السبوس يبقل 26 باتر لأفريق والله شوف يمكن أنهم مغيرين المراحل بس أنا اللي عارفهم ما يدري يسوون 26 يمكن 25 صح 26 صعب أنهم العام سووا 24 فالسنة يمكن 25 الحديث عن ميدان وما توفره من خدمات لوجستية في سباقات الخيل سواء الفلاتريس أو القدرة محليا وأوروبيا وعالميا أصبح من المسلمات والحقائق الثابتة وإنما تواجدنا نجد خيمة ميدان هذا الصرح الذي يتزين بأعلام الدولة ويستقبل ضيوف السباق وأفراد البعثة الإماراتية لمن لا يعرف فهذه النسخة هي رقم 7 من سباق ونزر الملكي للقدرة ولمن لا يعرف أيضا فالمرات الست التي يقيم فيها هذا السباق لم يخرج اللقب عن فرسان الإمارات وفرسان البحرين الذين يعتبرون ونزر بمثابة الديربي الخاص بينهما في السابعة من صباح يوم السبت العاشر من مايو الجاري بتوقيت جرينيش ومن ساحة حديقة ونزر الملكية انطلق السباق بمشاركة أكثر من 30 فارس وفارسة سيقطعون مسافة 120 كم داخل الغابات الملكية المحظور دخولها للعامة في أجواء جوية تنذر به طول المطر الذي قد يصعب من مهمة المشاركين وسيقلل كثيرا من بيز السرعة الذي توقعه البعض أن يكون في حدود 25 كم لكن أهم ما يميز هذه النسخة هو أن معظم الخيول المشاركة جديدة وليست من الأسماء المعروفة والتي لها إنجازات سابقة في سباقات القدرة أيضا فباب المنافسة مفتوح على مصراعيه للجميع على الرغم من ترشيح البعض لـ F3 بعد الموسم المحلي الجيد جدا الذي قدمه هذا الشعار الكبير وتستمر المراحل الواحدة والأخرى وكل مرحلة تحمل لنا المفاجأة فقائد فرسان M7 شيخ راشد بن دلموش يخرج من السباق بعد استبعاد جواده الجيد الذي كان مرشحا بقوة وقائد الفريق الملكي البحريني حامل لقب النسخة الماضية يتأخر ولم يتمكن من الدخول ضمن العشرة الأوائل بعد نهاية المرحلة الثالثة وغانم العويسي يدخل في صراع ساخن على الصدارة مع فرساني وفارسات البحرين هو الموقف التنافسي غامض تماما ولن تحسمه سوى المرحلة الرابعة والأخيرة الأخبار مبصرة أو شيء راشد من دلموش شيخ راشد من دلموش استبعده استبعده حصان الليم كان المركز الثاني هنا عندنا غانم الأول وعندنا شيخ النجلة من الفريق البحريني وعندي إن شاء الله أنا خيلين ثالث ورابع متعرف عحل هي الخبرة والدكتيك بس بالنسبة كم يروح السباق للإمارات بغض النظر أمارم ولا أفثري بالنسبة كم يروح الإمارات إن شاء الله يضل أراد 90% الإمارات يوم أنت في السباق أنت مالك رأي الرأي لللجنة اللجنة هي اللي تغرر يا أنها تخليك تكمل السباق أو تستبعد كم السباق القرار لللجنة ونحن نحتنم قرارها يعني يقول لك المثال يا غريب كندي أنت عندك تحافظ على قرارهم يعني عندك يعني عندي تحافظ من بداية السباق يعني أولا نبدأ مع الحصان اللي السباق عندنا في الوانستار صح حصان تجتازنا بالضغط قلب وتجتازنا بالمخب الأهم الأشياء اللي هم يبونه لكن الدكتور ممكن ما عيبه المتابوليك ما الحصان عقب ما شاف التروت وطلب لجنة يعني دخلكم بمتاهة ما لا داعي عرفت أنت الأشياء اللي تباهها الحصان سريم منها والحصان مخلص السباق الحصان مو بساير على مرحلة رابعة لا الحصان مخلص السباق أكيد أن بيك مجهد لكن همشة أن كنت تجتاز القلب وتجتاز المخب وتجتاز هلأشياء لكن الدكتور طلع لنا قانون يدي يعني أنا أول مرة أشوف الحصان يكون له بانيل ثنينة البانيل ما الفنشة اللي هو الاعتيادي والبانيل ما المتابوليك الحصان الزين كان عندي سعيد أحمد عرقل في الفحص طلع الحصان عبدالله الحصان يمتاز بنبضات زينة بس ما في دوم ما في باور في الترك شو تطلب من غانب انتو في مرحلة 25 كيلو آخر مرحلة شو تطلب من غانب كل اللي عنده في المقدمة والشغل كله بيكون عليك رايحي وسلطان اللي علينا شارلو بسويح حصان مو قد مر في تجربة حصان عندنا اللي عم سارك في استمبارك دي نايت فنيشه سار على أفرج خطي فويت وشارك عندك سرس الدولة 4 مراحل ما كمل وهذا سار السباق له ما خاض معاركة ولا خاض يعني سباق قوي قبل عشان نحكم عليه فليون بيبين يعني أكثر شي خوفك في المرحلة الأخيرة زي والله ما في شي خوف ما شاء الله عشر خلول بتطلع مع بعض والمناسبة بتكون قوية من فريق البحرين وفريق الإمارات وإن شاء الله بنسبة كم الحصان عندنا صراحة خمسين قبل توجهات شيخ حمدان شو كانت قبل شوي ركز على الخير ما نضغط فوق طاقة تياني نوصل للخير شوف دايما شيخ حمدان يفكر بسلامة الخير قبل نعم وسلامة الفرسان وإن شاء الله نقول بيصاك الخبر الطيب إن شاء الله السباق الملكي يزداد حماسا وزخما بالحضور الملكي المتمثل في وصول صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين إلى الخيمة إلى مقر السباق في ونزر وبعد وصوله بدقائق جاءت الملكة إليزابيث الثانية كعادتها ليستقبلها الملك ويتابعان معا ما ستسفر عنه المرحلة النهائية من السباق ومن سيتوج بطلا للنسخة السابعة قامل اللقب العام الماضي شي يقول بعد نهاية المرحلة الثالثة والله درستنا السباق أمس وحطيت سيناريو وين السيناريو الأول تكرر نفس اللي صار العام والسيناريو الثاني طبعا تفتل السباحة والقوي شيء لفروحة فاليوم اللي صار هو السيناريو الثاني طبعا مشيت بياهم المرحلة الأولى دريت إن الربع بيطيرون اليوم فأنا بعد سايرت مشيت على البيس اللي يبغي وخليت الربع جدامي يتفاهمون بينهم بين بعض مدربين مستغربين من هذا التفتيت شوي يقولون شوي الشيخ مأخر والله يكون صريح وياك يعني عذر أقبح من دم بس الفرس ما هي بهي حسيت فيها مو بهي خاصة عقوب ما تعرضت الضربة قبل لا أطلع من القرية في حصان صقلها يعني رمحها وضربها في ظلعها فيما طلعت المرحلة الثانية حسيت في نسمها غير الفرس يعني تشد وتنفخ تشد وتنفخ فيبين عليها متألمة نحن أنا بشاور الدكتور اللي عندي أشوف إذا خليها تركض أو أسحبها حفاظا على صحتها بس أول شي بنفحص نضلح وبنفحص كل شي بس الرفسة دي كانت وعد قوية يعني شد هو قاعدك الشيخ؟ والله صوبكم هالسنة بس ما بنهدكم بسعادة يعني شو حظوظت الشيخ؟ إن شاء الله بدنا رب العالمين طيبة يروح البحرين؟ نتمنى حظوظ البحرينية أقوى إن شاء الله ولأن السباق والمرحلة الأخيرة منه لم يكن منقولا بشكل كامل على الهواء مباشرة فقد كانت الغابات الملكية ذات الأشجار الكثيفة تحجب عن الجميع من هو المتصدر للسباق ومن الذي يطارده لتلوح في الأفق البعيد لقطة وصول فارسين لا تستطيع أن تحدد من هما ولكن الظاهر أنهما فارسة الرهان حيث يدور بينهما صراع مرير وسباق للسرعة للدخول قبل الآخر إلى خط النهاية عند القرية وبعد الاقتراب اتضح أن المتقدم هو فارس الفريق الملكي البحريني جعفر ميرزا ممتطيا جواده أسد وأن الذي يطارده بفارق بسيط جدا هو فارس الفريق الإماراتي وإفثري غانم العويسي ممتطيا الجواد الفرنسي فينغاي ليزأر أسد البحرين ويدخل قبله لتعمل فرحة العارمة بين أفراد الفريق الملكي تابعاً أصبر المحض هي مهذا النطاق نطاق هذه إلى هنا تأتي إلى النطاق نطاق أراك صرح؟ صور صور أشحظ أيها نطاق في عالم سباقات القدرة تعودنا على ضرورة تأجيل الفرحة إلى ما بعد الفحص الفني والإعلان الرسمي من قبل اللجنة المنظمة وهاهم كل أفراد البعثة البحرينية يعيشون لحظات صعبة وهم ينتظرون نتيجة الفحص الفني لأسد صاحب المركز الأول الذي احتاج لوقت كي تهبط نبضات قلبه لكنه اجتاز في النهاية الفحص وبدأ للجميع أن الفريق الملكي الشقيق قد نجح في الحفاظ على لقبه وبدأت الاحتفالات في ساحة حديقة وينزر وذهب الفرسان الحمر إلى الخيمة الملكية للسلام على الملك وسط مظاهر عارمة من الفرحة محمد الناموس تستاهل الخير تستاهل الخير مو بفوز البحرين فوزنا ناموس فوزنا نحن ما تعلمنا إلا منكم نعم الطيب والضمر كله أسد اليوم هو بطل جديد السنة اللي طافت سبق الثمانين في وينزر تعال تعال يا جعيفر تعال أول مرة راح نقيض في البحرين كلنا راح نرجع ما في عندنا حصان في أوروبا ما بي أستهلك خيلي كلها في الموسم الأوروبي عندي سباقة واحد اللي هو كاس العالم في إيطاليا وإذا كان فيه سباقة أو سباقين بيكونون تحضير لكاس العالم عبد الشيخ خالد هذا الفطل يعني ودناك أننا اليوم نتشرف ونخلص السباق وهذا لكننا لكسور منها الحصان هذا يعني آخر شيء ما شد المسافة فإزاي الخالد وعد وأوفى فوجوده ويانا في عالم الخيل يعطينا الدافع الكبير لا تنسى بريدانس فرس فرس القالدية من خيله ومؤدثة داء طيب اليوم وما بتحدي الشيخ خالد لكن باستمارية الشيخ خالد هذه والله تحدد فكتوريس شوي يمكن علمها الرماية يوم اشتد زاعدها رماني هذا هو الكل بدأ يغادر موقع السباق لكن كانت تدور في الأجواء مفاجأة غير سارة للفريق الملكي حيث بدأ أن لجنة التحكيم الخاصة بالسباق والتابعة للاتحاد الدولي للفروسية كانت تشاهد فيديو وصول صاحبي المركزين الأول والثاني وتبين لها بوضوح تام أن الفارس البحريني جعفر ميرزا قد استخدم وسيلة ممنوعة قانونية في سباقات القدرة وهي السرج للتأثير على سرعة الجواد وبصورة قد تعرضه للأداء فتم استبعاده وإلغاء نتيجته وبالتالي أصبح صاحب المركز الثاني غانم العويسي هو البطل المتوج رسميا للسباق والله أخير لو بطلعيني يامعة القرب كنا نكمان خيور تقريباً أربع الإمارات وأربع البحرين وقبل لا أطلع قد أركان تشانس ففتي ففتي ما في مضمون ضامن الله ومارحلة كانت سريع شوي آخر عشر كيلو قبل سرعة عادية وستوى اللي استوى آخر كيلوين سيناريو قد لا يحدث إلا في سباقات القدرة التي تحكمها قوانين صعبة وتذهب في بعض الأحيان إلى تقدير الحكم وبالطبع قام الوفد البحريني بالاعتراض على قرار الاستبعاد وسينظر الاتحاد الدولي في الشكوى لكن القرار النهائي للجنة التحكيم المحايدة كان هو تتويج فارس الإمارات وفثري غانم العويسي بطلاً لسباق ونزر الملكي ليتواصل تألق هذا الشعار محلياً ودولياً قرار أنا أعتقد أنه قرار هذا الرئيس لجنة التحكيم ما أقول لك قرار مخاطر في جزئية من الخطأ لأن القرار يقول لك القانون عدم استخدام المحمازة أو اللي هو الويب مع الخير الخاصة في سباقات القرار هذا قانون أرتك الواضح أو استخدام أي أداة تعادل الويب أنا عندي الأداة بالنسبة لي تفسيراتها واسعة ممكن أن أداة قصل من شارة وابتدأ أضرب هذه أداة صحية ممنوع بس هما اعتبر اللي هو اللجام جزء من أداة يستخدم كأولي الأول قلت له اللجام متعارف عليه الممنوع اللي هو اللجام الطويل اللي ممكن أن يستخدمه الأول في الأمريكة الجنوبية الطويل يضرب يمين ويضرب يسار واللجام المفتوح هذا اللجام ممكن اللي هو ممنوع أو أنه كان يعني يعتبرونه كأداة ممنوعة هذا اللجام اللجام حد حطوق شاللي بيأثر على أداة الحصان والكل قاعد يتحرك يعني أحنا ستجبناها في سبغات كلها هذا يوم على فنيش ما بتاكرت تقول لي والله على فنيش يلا يلا بابا خلنا نروح نخلص على نادر الفنيش لا بدنا بيكون في تفاعل لا بدنا بيكون في انفعال فبالتالي استعمل استبعالي يعني نهو استخدم الأداة اللي تعادل استخدامها موقف رسمي عطني موقف رسمي من البعثة البحرينية تجاه هذا قرار قبلين القرار بالنسبة لنا نحتاج على رفعنا قرار نحتاج على قرار الحكم وأما باقي الفرغ الفرصان اللي خلف الفرغ البحريني أو الفرصين الفرصان البحريني نومس لهم أنا قلت لك بشرت قلت لك الفترية بيفوز والفترية فعلا هو كان الحاضر الأوفرية المركز الداني ومبارك لها وفل سعيدين في من حاول يقول لنا تعالوا غدن واحد الفترية وفرصان الإمارات نحن نومس حق الإمارات مثل ما ينمس ولنه نفرح لم يتوح ولنه ما من غدن واللي يبقي يعني يظن أننا فرق مختلفة الأرالة نحن حافظة نحن فرحنا ومثل ما أنتم فرحتو لنا هنفرحنا لكم نحن حفظنا على مستوى التحكيم اللي هو رئيس لجنة التحكيم أنه المستوى المطلوب لأنه مرجعيت لمستشارين قدمتوا احتجاج على مستوى التحكيم بشكل عام على الرئيس لجنة التحكيم على القرار على القرار لجنة التحكيم بس الفرسان كانوا في تقريبا آخر أربعمائة وخمسمائة متر من السباق في منافسة كاملة وصار استخدام غير مصرح بقى واستخدام ممنوع للجام في عملية الدفع بالخيل للوصول إلى خط النهاية فكان في حكام موجودين على الفنش لاين واللي في حكام هذي ارتو أن يتم استبعاد الخيل اللي فايز بالمركز الأول وذلك قيامه بهذا التصرف الغير صحيح وطبعا نحن كنا أصحاب مصلحة كنا في المركز الثاني الفثري كان في المركز الثاني وبعد استبعاد صاحب المركز الأول أصبحت أن نحن رسميا الفايزين بالمركز الأول ما قدمتوا احتجاج أنتوا على النتيجة البحرينية عبدا نحن نحن أصحاب مصلحة كنا لأن كوننا نحن جئنا في المركز الثاني أما القرار اتخذ على لجنة التحكيم بوجود مراقبين على الفنش لاين اللي هو خط النهاية لما شافوا تصرف غير صحيح بدر من الفارس الفايز بالمركز الأول تم اجتماع اللجنة وتم اتخذ القرار بالإجماع على استبعاده هذا اللي صار قد يكون الحماس الزائد وقلة الخبرة أو المعرفة بقوانين القدرة هي من تسببت في وقوع الفارس البحريني جعفر ميرزا في هذا الخطأ الذي كلفه لاستبعاده من السباق وفقدان المركز الأول لكن للحق والتاريخ فقد كان أفراد البعثة الإماراتية هم أول من هنأ الأشقاء في الفريق الملكي البحريني بالفوز قبل قرار لجنة التحكيم ولم يعترض الوفد الإماراتي على النتيجة بل كان القرار سياديا من اللجنة وكذلك لم يعترض الوفد البحريني على فوز الإمارات بالمركز الأول بل على قرار الحكم ورئيس لجنة الحكام بشخصه هذه هي أخلاق الفرسان التي تعكس علاقات الود والمحبة بين فرسان البلدين وجاءت اللحظة التاريخية اللحظة التي يتمناها أي فارس وستظل محفورة في ذاكرته لحظة التتويج الملكي من يد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى وجلالة ملك مملكة البحرين المفدى والتي جرت في اليوم التالي للسباق وعلى مرأة ومسمع الآلاف من الجماهير الإنجليزية والأوروبية وأمام عدسات الكاميرات لوسائل الإعلام العالمية أنا أعتبر هذا السبك سبق البحرين أول شي وسبقهم من سبقنا وسبقهم من سبقنا نعم فهذا كله قسم ونصيب الإنسان يجتهد ويسوي اللي عليه والباقي كله عند الله سبحانه وتعالى والحمد لله حققنا المركز الأول مبارك لرئيس الدولة ومبارك لنالبرشي محمد بن راشد ومبارك المالك سطبر الأف تري السيد اسمه شيخ حمدان بن محمد الله حفظه وهذا كله من تعليمات وتوجيهات أرجع لمكالمة الشيخ قبل له بالأخير كيف قلت لي؟ والله كانت في تعليمات عن سير المرحلة الأخيرة وانت سألتني بعد قلت لي شو توقع يعني وقلت لك ففتي ففتي يعني ما أقدر أنا أقول لك حتى استغربت أتوقع من هذا وقلت لك يا هيثم عقب ما برنت المكالم وقلت لك إن شاء الله عقب ما سمعت صوتها الريال ما برد الله بالخبر الطيب هاي شرف لنا نحن نكون موجودين اليوم نحن شاركين في هذه الصباقة من أقوى الصباقات اللي موجودة في أوروبا وفي بريطانيا وأول صباق في أوروبا أول صباق نعم داية موسم أوروبي الحمد لله تبشر بالخير وبنحاول إن شاء الله بعد في الصباقات الياء إن شاء الله في ستون بارك وفي إيطاليا إن شاء الله ها هم فرسان الإمارات وف ثري وم ار ام يتقلدون جائزة المركز الأول والثاني والثالث والرابع لسباق وينزر الملاكين القدرة والتحمل وسط مشاعر من الفخر والاعتزاز والفرحة إنها الثمر الجديد من ثمار ما غرسه سيدي فارس العرب والأب الروحي للقدرة في هؤلاء الشباب الذين تربوا وترعرعوا على ثقافة المركز الأول كانت شرفني اللحظة أني أكون تواجد في هذا الصباق وفي مثلها اليوم حدث مع الملكة يعني مع تواجدها وتواجد ملكة البحرين الله أحفظه وأحب أشكرهم على هذا الصباق الطيب وأحب أنومس حق استابلاته الفترية لمالك الشيخ مدام محمد يستاهلون ناموس ويستاهلون ونقول عوضين خير لأخواننا البحرين نهدي من زاد السيدي صعب سمو الشيخان براجد والحمد لله ناموس الإمارات شعور جميل هو الشيء ناموس لدولة الإمارات العربية المتحدة وإلى صاحب سمو الشيخ عمد براجد المحتوم يعني هذه لحظة طالة مغفق يعني جميلة في السباقات هذه السباق قوي أحمد الله حصونا المراكز الأربع الأولى الإمارات هذا شرف مش أول مرة يعني نفوز في السباق أربع مراكز الأولى فرحة لدولة المارات نحن هنيئين مش صبلات الفترية أو ممسفنة أو ممارم كنا نمثل دولة المارات والحمد لله اللي بغينا حصلنا عليه إلى هنا أصدقائي انتهت قصة النسخة السابعة من سباق ونزر الملكي نهاية إماراتية فالزاعية تؤكد أن F3 شعار لا يقهر وأن فرسانه مستعدون بقوة لخوض بقية منافسات الموسم الأوروبي أقبلت بحصان متساوي ويبان خط البطن لشاح ومعنق نحيل الحساوي وظهرهم قيل نعقب مسراح وسيانته صبح بغناوي ومعارفة الترفاه وشاح فالزاع فالزاعية الرئيس ناوي وأشركت ليل الفوز رباح يبتكى كما أبدي بالخلاوي اللي يصيد ويسمع سلاح يزيد فعله العزاوي كل ما أسمع من الموتر سيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر